وأكده تشيري موت رئيس التنفيذ الليه الدورة الأولمبية إنه هو ما يعرفش ما عندهمش أمل إن الدورة ممكن تقوم في عشرين وعشرين كل ده حسب تطورات المرض لفيروس كورونا ما عندهش قال كده في مؤتمر صحفي قال فيه إن لا أعتقد إن أي شخص سيكون قادرا على القول ما إذا كان من الممكن السيطرة على ذلك الوباء بحلول يوليو المقبل أم لا وكان الموضوع تأجل للسنة الجديدة لـ 23 يوليو 8 من أغسطس لكن لسنا بالتأكيد برضو أضاف لسنا بالتأكيد في وضع يمكننا من إعطاء إجابة واضحة لقد اتخذنا قرارا بتأجيل المباريات لمدة عام واحد وهذا يعني إن كل ما يمكننا القيام به هو العمل الجاد للتحضير للولمبياد للسنة الجديدة وكمان قال نأمل مخلصين إن نتمكن البشرية في العام المقبل من التغلب على هذه الأزمة وقال إن كان فيه هناك خطط بديلة لكن في الآخر قال بدرم التفكير في الخطط البديلة بلاش نفكر في الخطط البديلة خلينا نبذل كل جهدنا بإذن الله لي أن ينبغي على البشرية أن تجمع كل ما لديها من التكنولوجيا والحكمة للعمل بجد حتى يتمكنوا من تطوير الأدوية واللقاحات لفيروس كورونا نروح للاتحاد السلة المصري بيصرف عشر تلاف جنيه لكل منطقة في الاتحاد المصري بسبب فيروس كورونا الدكتور مجد أبو فريخة قرر هو ومجلسه صرف عشر تلاف جنيه لكل منطقة ليه عشان مواد التعقيم والمواد المطلوبة ليه إن المناطق كلها تكون خالية من أي وباء من أي مشكلة كل ده عشان شراء أرضوات نظافة وتعقيم للمناطق اتحاولت الفلوس عن طريق الحسابات البنكية لكل منطقة وكمان أعلن هيفضلوا المعلقين الدوريات كلها مستمرين في تعليق الدوريات عشان قرر الحكومة باستمرار الحظ واستمرار تعليق كل كافة الرياضات وكافة الأمور كلها متعلقة كان مقرر أن يشارك منتخب مصر لكرة السلة الناشئين في بطولة العالم اللي هتقيم من 4 إلى 12 يوليو في بلغاريا لكن اتأجلت البطولة كان مصر كتوقع في المجموعة استراليا وكندا وإيطاليا وكمان اتأجلت كمان قرار كمان ناشئات بطولة العالم ناشئات تأجلت تقام في رومانيا برضو اتأجلت نفس المعاد بتاعها لسه مستمرين لسه مش عارفين تطورات فيروس كورونا إيه اللي هتأجل اللي جاي في رياضات لسه مش عارفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر